كيفكم؟ من عدة أيام كنت قاعد مع شباب من عدة دول من الصين ومن بنما ومن سريلنكا ودول ثانية أيضا بعيدة على منطقتنا العربية فمن ضمن الحكي واحد فيهم بيسألني بيحكي لي من أين أنت؟ فقيت له أنا من الأردن لكن حسيته ما عرف الأردن كثير فقيت له أن منطقتنا فيها العراق و سوريا و فلسطين و لبنان و دول ثانية لكن برضو مع ذلك حسيته أنه ما عرفنا إحنا محور الكون ومع ذلك ما عرفونا نحن كل العالم تارك مشاغله و قاعد بتأمر علينا نحن كل القوى الشر الصهيونية والماسونية العالمية و كل الأشراء الثانيين كمان متفرغين فقط للتأمر علينا نحن محور الكون نحن الوحيدين بالعالم الذي ما زلنا لغاية الآن من حارب أذناب الاستعمار والإمبريالية العالمية كيف ما تعرفونا؟ كيف ما تعرفونا و نحن محور الكون فلسطين ما سمعتوا فيها؟ فلسطين البوصلة أم البدايات و أم النهايات النكبة، النكسة، حق العودة، الانتفاضات ما سمعتوا فيها؟ ما عرفتوها؟ يعني أنتم أين عايشين؟ نحن محور الكون طيب بلاش؟ الربيع العربي السيسي، الخذافي، علي عبد الله صالح، صدام حسين صدام حسين، صدام حسين لما مات ظهر وجهه على سطح القمر تخيلوا، ما شفتوه؟ ما شفت وجهه لما ظهر على وجه القمر كنت نايمين لليلتها كيف ما تعرفون؟ كيف ما تعرفون؟ ونحن الوحيدين بالعالم كله الذي يوجد عندنا شرف وإخلاق وعفة وكرامة وإحترام للمرأة نحن الوحيدين بالعالم لماذا؟ لأننا محور الكون ومع ذلك ما تعرفون؟ يا سيد صن، يا سيد روبرتو، يا جماعة الخير نحن فيتن آخر الزمان بلشت تظهر عندنا علامات يوم القيامة بلشت يعني آخر الدنيا بلش وانتوا لسه مش عارفين من محور الكون؟ غريبة، والله العظيم غريبة نحن إلى الغرب أخذ كل علومنا سرقها ونسبها لإله وطور حاله وعمل حضارة غربية مبنية على علومنا إحنا آآآ، ابن سينة والفرابي وابن الهيثم تعرفوهم هؤلاء علماءنا هؤلاء أحضموا علماءنا لا، لا، ماتوا، ليس عايشين لا، زمان شوية، يعني من ألف سنة تقريباً المهم، كيف ما تعرفونا؟ كيف ما تعرفونا؟ نحن محور الكون المهم هو مصر النقاش لهون، وقمت وعصبت وحكيت أنتوا يا عمي يا أنه مش عايشين على كوكبنا أو أنه مش عايشين بالقرن الواحد وعشرين إذا ما بتعرفو مين محور الكون اللي هم إحنا قلت لهم السلام عليكم وظليتنا حلو المكان، صاف؟ كثير حلو، السلام شكرا